يمر عليهم اليوم كعام أو أكثر فكيف بأربعة أعوام مرت من أعمارهم داخل الزنازين المظلمة؟ هكذا تمضي أيام الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء وهكذا يقاسون عذاباتهم اليومية في منتصف العام 2015 زجت ميليشيا الحوثي بعشرة صحفيين في سجونها حيث يعيشون ظروفا مروعة وتقول منظمات حقوقية إنهم يتعرضون للتعذيب بالإضافة إلى خطر حكم الإعدام الذي تصدره جماعة الحوثي من المحاكم الخاضعة لسيطرتها في جديد الأحداث بدأت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي بمحاكمة الصحفيين المختطفين وبحسب بيان لمحامي الصحفيين عبد المجيد صبرة فإن المحكمة الجزائية في صنعاء عقدت أول جلسة لمحاكمة الصحفيين دون حضور محامي الدفاع المحامي صبرة أوضح في ندائه العاجل لإنقاذ الصحفيين أن المحكمة وجهت تهاما عديدة من بينها تهمة عدائهم للشعب مشيرا إلى أن الجلسة كانت ستنعقد دون حضور محامي الدفاع لكن الصحفيين أصروا على حضور محاميهم حقوقيون قالوا إن ما يقوم به الحوثيون من محاكمات لا تحمل أي مسوغ قانوني وإن كل ما يحدث هو عبارة عن تعسفات وانتهاكات بحق الصحفيين المختطفين رابطة أمهات المختطفين وفي مناشداتها لإنقاذ أبنائها المختطفين قالت إن الصحفيين يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما تعرضوا لهم من تعذيب علما أن العديد منهم أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها مأساة كبيرة يعيشها الصحفيون في سجون ميليشيا الحوثي ومطالبات عديدة بسرعة الإفراج عنهم وبين هذا وذاك تظل المعاناة داخل السجون هي الثابت الوحيد في كل مرحلة اشتركوا في القناة